يعني من الناس الليل لما نحكي مواي تاي من جاي بصيرتك او انه انا جخصيا حتى اللي يعني بعرفك يعني قدي بشوف قصاص يعني فيه يقول انه ما كنت بعرف هل قد عن مواي تاي انت لانه لقيت كانت طبعا حتى تعرفنا بعض قبل صح بالجاب يعني شفتك عم تتمرن وهيك وحسيت بالفرق وكيف تتمرنه هيدا الشي كله يعني اليوم قاسم انت معنا يعني عن مواي تاي وهذه الرياضة المهمة والدي مهمة بلبنان وشو ادعى باللبنان فاذا فيك تعرفنا عن حالك انا اول شي بدي اتشكرك على دعوتك لالي انا كتير مبسوط ان اكون معاك وبشرفني اكون معاك انا قاسم الخطيب من شحيم اقليم الخروب صرت على الاخر بالمواي تاي رح سير 37 سنة بس انه بعني بلعب انا مدرب ولعب رح سير 37 بس بعني بلعب حبت حبت المواي تاي لانه حسيت هذها الرياضة تعطيني لبستني بالمنتاليتي تبعها بالدسبلن تبعها بالاسلوب وحسيت فيها كتير مدارس فكتير اطلعت على المدارس وحسيت انه لا انا ها هي الرياضة تبعيتي بكل الرياضات الاياتلية احترامي للرياضات الاياتلية فحسيت انه انا ها الرياضة اي سنة بلشت انا بلشت صراحة بلشت بال 2010 كان عمري 24 سنة بلشت عكبار يعني وصراحة بلشت بالغلط يعني القصة خبرك القصة كيف بلشت بلشت بالجامعة كنت عم بدرس بيزنس مانجمنت بالAOSC فكنت انا اعمل سبور يعني عادة اعمل جيم واعمل اتمرن باسكتبول وما كان عندي اي فكرة عن الرياضة الاياتلية كنت وقتها قبل 16-17 سنة كنت عامل ثلاثة شهر كيوكوشنكاي بشحيم وها هي وخلصي فوقت نزلت عالجامعة بعد فترة حتى انا اتأخرت لفوت عالجامعة عشان هيك عم بحكيك من بعد فترة بلشت العب باسكتبول وحديد وإلى آخره فلنهار في شبر فيئي كان يشوفني يتمرن معي قل لي انت لازم تلعب موي تاي انا اسأله شوله موي تاي يقول لي هيك مثل كاراتيبوكس ولا بطل انا ما ااخد واعطي لنهار نزل انا عن درجة مخلص صف عايط لي خطيب خطيب اسمه سامي الصالح قال لي خطيب قرب معي قرب معي بدي عارفك على المدرب تبعنا قلت له مدرب شو قال لي تاي بوكسنك قلت له كيف يعني اخي تاي بوكسنك قال لي هلا بتشوف هلا بتشوف قرب قلت له عنده للمدرب كان عم بمرن صبية بقوم بقال لي قال له كوتش هذا هو الخطيب اللي خبرتك عنه انا كتير بلكي كنت وكذا قال لي قال لي دروب بوكسنك وانا كن عم بشغل حدا انا لا كفوف ولا شي ما معي كفوف ضربت بوكس قال لي اوي قويت قال لي دروب بوكس بعد ضربت ليش ثلاث اربع بوكسنك ومن هيدا للشوارعي مش منو تاكنيكي الابدا كتير قال لي والله اوي بتلعب بكرة قال لي ايه شو انا كتير اتحمست قال لي تاي بوكسن قال لي هكي مثل كرت تاي بوكسنك قال لي ايه بلعب قال لي شو بدي غراد قال لي انا عالبيت دين نهار نفس نهار وطللها باب انا بأي يارحم انا بدي جيب عدي وهيك انا عندي بكرة بطولة جامعات موي تاي بوكسنك قال لي شو ايه قال لي مثل كرت تاي بوكسنك قال لي انت لم تتمرن عليها هاي قال لي كيف عم بلعب قال لي ما بلعب قال لي يا ما بمتع وطلل بدي العب بقينا مشكلة عنوية جبنا الغراض ونزلت لعبة تلفان تلو من بعد بس وصلنا على كانت وقتها البطولة بالجامعة العربية بالألفين وعشرة فهذا أنا أخبرك أنا بعدني ما بعرف شي وصلنا على البطولة يعني أنا تعرفت على ندرب أول نهار لعبة تاني نهار أنا ما بعرف مش متمرن فنزلنا على البطولة طلعنا على الميزان لقوا أسي وقفوا بالصاف بلجنا نوقف نطلع وراء واحد على الميزان إذا أنت بتعرف أنا على أي وزن العبط لهلأ أنا ما بعرف على أي وزن العبط والله طلعت على الميزان قال لي منيح روح وعد مع الشباب هونيك خمس ساعات المدرب مختفي الشباب يعلموني بتلقت بوكس بتلقت اللابطاب تضرب بوكس هيك بتعمل هيك رفيقك تعرف حالاك موجود كمان رفيق اللي كان عم بعلمني قال لي بتعمل هيك بتعمل هيك بتعمل هيك أنا سألتهم لشباب يا شباب ما صموح البوكس على الوجه قال إيه طيب ماشي فأنا كمان أول مرة بحياتي بشوف رنج شخصي قاسم الخطيب طلع على الرنج على أي طولة أنا مش عارف شو فيه أنا مش عارف مع مين كيف بتتم العملية أي وزن عم بلعب أي كلاس بي كلاس ما بعرف شي تورني منت كم واحد على وزني مع مين بدي لعب ما عندي أي فكرة عن الموضوع فطلعت العبت طلعت على الرنج أنا وطالع على الرنج بسمع واحد بقول لها تلميزه إذا رحمته ما رح يرحمك أنا وانا فهمت اللعبة طلعنا على الرنج فتعل بالرنج والله العظيم أول مرة بحس هيك شعور كأنه حتى نكب علي ما يبارد يصال قربي بين إجرية طلعت على الحكم المدرب هيك بدي أقول له بدي أنسحب بس ما طلعت معي طول لي شو بقا أعمل قال لي مشكل مشكل وفالم مشكل مشكل يلا مشكل وإلعب أبشع ماش ممكن تحضره بحياتك صباحة 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 بتذكر كان فيه مدرب صديقنا على الله يوجه له الخير اسمه هو رئيس جد المدربين باتحاد المويتاي اسمه سيد حسن قعصميني فكان هو عم بحكم لي المباراة يقول لي لعب مويتاي أنا أقول له أوكي هلا أنا شو عم بقول شو هي لعب مويتاي ما بعرف بس عرفت بس أنا يقول لي فايد 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 أنا فايد مشكل خلص يا عاطلية مقتول ربحت 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 فتلفنت له لباي بابا ربحت شو بطل ابن بايك كان معديني قبل بساعة ما فيكتروها اي كان معديني كان معديني مش ساعة ما حيكاني كله النهار معديني بس تلفنت له قلت له ربحت أما ارتاح ابني بطل ابني بطل مي بالمويت بس هون لانه هاي لصة دي يعني أنا ما كلم معي خبره نعم لانه الناس انه بعرفتك من الجيم وشفتك بكذا محال وهذا يعني ولا مرة تخيلت هاي لصة يعني انت تقريبا بالمقلوب بلجت بطل صح بطل بعدين سوى التلميذ بعدين بعدين انه بالقلم ايه بالقلم شو صحي بعدين 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 هون بلشت الرحلة بعدين بعد أسبوعين نفسنا مدرب طبع الجامعة قال لي عندك فايت بسيطة هلا دلت دلوا ينفخوا فيه الشباب ايجو 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 قبل المباراة واتمرن قال وإلى آخر يروح معي على التمرين ويتبعني وكذا انا مش عارب شي انا فيديوnor ملمح مش حاضر عن شو يجو المويتاي فاااااا قبل الماتش اجعل عمدي مدربوا للذلمة ومدربة قال لي الليل ها liaison ومدربوا بركزين طلقت علي الماتش قال الحكم فايت اول خمس سوين ينتقاضية هون انا هو شلف وأنا عم بشلف قام صابني ها اللي صابتني نيمتني قاضي فقط لقيت صليب الأحمر وراي عم يسعفوني وهيك نزلت الله يرحموا بيّ كان معه عم يحضر كان معه سكري قعد قال لي شو انت منيح قلت له شباب بيّ معه سكري حدا ينتبه له قال لي انت منيح قلت له انا منيح قال لي شو شو بدك تعمل قلت له بديت مرن وقلعب معه خبط على راسه وقل لي انت ما فيه منك نوع قلت له بكرة بتشوف وهذا شو كنا بعلني عم فيه من الضرب القاضي فصرت اتمرن لنهار في شاب معنا بالجامعة تاني عرفنا على على الكوتش اللي أسسني بقيتش شهر تقريبا اسمه سيد شادي سويدان بصور قالنا بدي ادعيكم على تمريني عنا بصور انا بشحيم يعني انا لانزل على صور بدي ساعة ذلنا عنده للزلمين ذلنا لهونيك شفنا على النادي نحنا وفيتين سمعين صوت حرب باع 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 ضرب خبيط 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 والجو كتير حامي يعني كتير حماسي فتنا لأينا العالم مثل المكانات قالنا له هدي هون جينا على لفل تاني ضليت على سبع سنين انزل ثلاثة إلى الخمسة أيام بالأسبوع اتمرن وارجع عشحيم يعني انا حتى وقفت الجامعة وقفت البزنس مانجمنت واتفرقت للموي تاي بعثها بفترة ارجعت درست بانستيوت وقتها عملت برسونة تريني وقفت طبعا بالفتنس كدراسة بس كانت تركيزي أكتر بالموي تاي حتى الدراسة بالفتنس اندستري كرسها للموي تاي حتى طور حالي وطور تلميزي اليوم بس تجي على وراء هالنطة كلها لو ما اكلت ضربة كي او كنت مثلا ما درستها انا 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 ضربت الكي او لان انت تقريبا نقولها ان انت فتت ملعبتها قبل بناها انه الجمعة بالماتش لعبة عادية انت اكلتها ضربت لا فيه ليك صراحة صراحة هالكي او هي اهم شي صار معي بالكارير تبعي اول كي او اول شي تعلمتوا من هالضرب القاضي انه اذا انت ما كسرت الايجو طبعاك في حد انا حيجي يكسر لك كيف ضربك يا او انت انت او اروك رايت هوك رايت هوك وراسه بالارض يعني هم الشايف هم الشايف وان عم يجي حط رايت هوك بوب صبطني بحناكي نمت خمس سنين سبع سنين لقدام واخدت وما كملت الجامعة بهذا الموضوع انا كل شي دراسة جامعية تركتها تركتها انت مش بس اتعلمت الرياضة كمان تكون مصدر معيشك وشغلك وبنفس وقت هيدا صار your passion وشغل صحيح وبلشت يعني تقريبا بأي سنة مرن بلشت مرن انا بلشت مرن بالالفين وطنعاش ويمتلك اول مرة بتشارك برو انت صدت قاطع فترة يعني مرة انت بني حصلت بتشارك برو هلا بلشت انا بالمشاركة الدولية كانت بعدها هوات بس عم تحكي مشاركة الدولية بس لفل برو برو لفل بالالفين وطنعاش بعد سنتين صحيح صحيح انا بلشت بالبرو لعب على مشاركة الدولية وقتها لعبت رحت لعبت بايران لعبت بايران كانت مبارات كتير قوية لعبت مع واحد فرنساوي بس كارين توردم انت انا خسرت بأول دور يعني انا ما وصلت على النص نهائي يعني انا كنت لو بربح حياته الفايت بوصل على النص نهائي وبيلعب نهائي حالبنا نحكي عنهم كلهم نعم بس هولي خمس سنين طيب شو طلعت معك الموي تاي موي تاي موي تاي موي تاي الموي تاي يعني هي فلسفة بحد ذاتها يعني هلأ اذا بحكيك من هلأ لبكرة ما بخلص موي تاي هي it's a lifestyle بس الواحد يفهمها يفهم discipline يفهم mentality يفهم الموي تاي شو قادرة تعطي للانسان من قوة ومن ثقة بالنفس ومن انضباط بتقدر تساعده بحياته عرفت علي بتصير تقدر تخليه حافظ على مشاعره يضبط مشاعره يضبط غضبه ما يفرح كتير ما يمسط كتير يصير يتحمل كتير يصير عنده حكمة اكتر لانه كل ما واحد مرأت بتجارب بمراحل صعبة بحياته بتزيد الحكمة عنده انا بحياتي صراحة مرأت بكتير صعوبات على صعيد العمل على صعيد العائلة على صعيد كتير امور بلس كانت بالموي تاي يعني انا كنت عم حضر يعني انا وقت اللي كنت دلني اتمرن 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 انا كنت عم بمرق بمشاكل انا اطعت بهال مشاكل انا عم بتمرن لو ما اتمرين انا ما بقطع يعني انا ما بقطع بهال مشاكل من مشاكلي حتى الدراسية لو ما الموي تاي عرفت عليك كتير ساعدتني انه اتخطع عقبات انه كنا ننزل على التمرين كان التمرين كتير قاسي صراحة كان التمرين كتير قاسي دياما كنا يعني كان فيه سير عصابات بالتمرين لدرجة انه حدا ينام قاضي او حدا يتعور يدل اسبوعين شهر تقريبا ما يجي على التمرين هوني وين كنت اتمنى؟ انا كنت بصور نادي معي شو اسموه MCS هو اللي عملني يعني هذا الاستاذ استاذي هو خيه وصديقي بس هو اللي عملني شادي سويدان فصرت تنين اربعة جمعة لمدة سبع سنين سوق على سور اتمرن وارجع يعني سوق ساعة اتمرن ثلاث ساعات وارجع ساعة انا كنت اعطي خمسة ايام من النهاري اعطي خمستعشر ساعة للموي تاي من النهاري غير اللي عفوا ما تخزني كنت ادفع بنزين وادفع وقت كيف ذلك فيه مكاليف فيه تكاليف كتير بس انه اليوم بمحل الواحد بمحل معين الواحد انا اعتبرت حالي حطيت انفستمنت عرفت علي حطيت انفستمنت يوم عم بقصوه عرفت علي بس لو ما حطت هيدا الانفستمنت ما كنت قطفته عرفت علي الانفستمنت مش عطول بدي يكون مادة يونفستو التايم هو اهم شيء انت كتير عم بت تحدد بيوصلة الموي تاي الفيزيك اللي ما عم بتحكي عنه صح يعني مثلا اذا بتقول لي انت اليوم مثلا بادي بيلدين انا بقل لك مثلا اذا انا شخص بروح بتمرن خرج شيء انا نحس انه ليس واحد من تمامي انا اما نتبع جسمي انا اعلا بطريقة عني فيه شيء بمقابله اللي هو بيينه بين نفسي فيه قصصي بالموي تاي نحن لانها هي فنون قطالية صح شو هي فاشت خلية يعني انت عم تحكيها انا عم شوفها ميدتاشن انت عم شوفها ميدتاشن ما عم شوفها هذا الخبيط ليع المذهل الي خليك تشخلك أكثر من كمان الباك ستوري اللي هي مديتيشن عم تخبرني أنا أحسك أنه أنه أنت عم تروق عصابك يعني الخبيض عم تروق لك عصابك صح لأنه لأنه أنا شخصياً أنا كشخص بحب الأجراسيف سبورت عرفت علي فما فيه يكون أجراسيف ما فيه يكون بحب الأجراسين وما كون ما مارس حياتي بطريقة أجراسيف بس لو الأجراسيف سبورت أنا شخص بيعرفك أنهم عادين عادات بس you're the most peaceful person thank you ما هو هون الفكرة ما هو هون الفكرة أنه to be peaceful بس الأجراسيف تبعك بدك تطلعه بمحل معين يعني حتى ما عندك مشكل جي يعني ما عندك provocative لأن we can see نحكيها شوية في other martial arts خي بتعرفوا من وين جي بتعرفوا إذا جي من الأمامي ولا من البوكسين في provocative مرات بتحسوا بتحسوا مشكل جي لي بقيت له إنه الأمامي مثلا لي بيت له بس حتى بتمرينيناتكم أنا حضر كتير كلاسز مويتهاي إنه بوقت ما صورنا كام شغلي كتير بتعتزر من بعض مرات بعد إنه whatever عم بيصير لهذا عطول إنه بيخلاص ما في tension صح إنه الخبيض مثل ما واحد دلويف عم بيقرصك صح حي بحك تعصب منه صح ما فيك متعصب منه عم بيقرصك عم بيقرصك عم بيقرصك فلما تكون حتى لو عم تتمرن بس هي الخبطة الخبطة خيب بدك بدك تولعب بساموية جمعات مويتهاي مش هيك نحن ما هو هون الواحد بده يفهم الرياضة عرفت علي بدك تفهم الرياضة يعني إذا واحد جاي بده يمالس الرياضة تقطط الضرب وما بده ينضرب بل عرفت علي بس بما أنه هو فيت يتمرن برياضة تقطط الضرب يعني بده يضرب وينضرب فمتل ما هو بده يتحمل بده غيره بده يتحمل وهو عم يضرب كمان هو بده يتحمل ضرب غيره عرفت علي يعني إذا منه مسعد يحط حاله بهذا الزون ما يجي على التمرين عرفت علي أو على قليل عرفت علي بياخد one to one ما حدا بمد إيده عليه عرفت عبدو يضرب وإلى آخر ويتعلم موي تاي ويكون أجرسيف إلى آخر ما فيه مشكل عرفت بس بدك تتمارث كل بس ما بدك تنضرب بدك تتمرن مع فريق وتعم البطل ما بتصبط عرفت فلحتى الواحد بده يلعب بده يتقبل عرفت لأنه حتى بالرينج حتى بالفايت بالموي تاي قلة احترام ممنوع لأنه بس الواحد يقلل الاحترام الحكم بوقف للفايت الحكم بيعملوا حتى لو كان ربحان ممنوع تصرف القلة أخلاق شايف إذا الواحد بيبزق موت غار بيبزق موت غار مش بقلل الاحترام ما خصمه بيبزق موت غار بيخسره حتى لو كان ربحان وانا شارت قدامي بتايلن عرفت علي بفايت أماتور بالألفين وثلاث عشر رفيقي مع رفيقي بالفريق بزق موت غار كان ربحان مع أوكران ربحان ثلاث جولات خسروا بس لأنه تصرف بطريقة إحترام فبالرينج بس يكون واحد عم يلعب اثنين أخصام عم يلعبه السياسة ممنوع يعني حتى لو بلدين ما بيطفقوا مع بعض بالسياسة مجرد ما طلقوا مع بعض بدهم يسلموا مع بعض ما فيه عرفت فهذه هي ميزة المويتاء هلأ طبعا نحنا بلبنان ما فينا نتقابل مع عدو عرفت علي بس لا نحنا نتقابل معه ولا دولتنا تسمح لنا نتقابل لأنه هذا يعتبر رياضة وشزء من الاعتراف فيه فنحنا مندل بعض عن الموضوع بس بكل الحالات مشاكل شخصية ممنوعة يعني انت تطلع تصفي حسابك مع حساب مع حدا بقلب الرين ممنوع لأنه هذا احترام للرين حتى فيه طريقة لحد تفوت على الرين بالمويتاي يعني لعيب المويتاي بيكون لابس شي اسمه منكون منكون هي عصبة الراس وبراجية عصبة اليد المونكون ممنوع تقطع تحت الحبال ممنوع هاي المونكون هي شي مقدس عندهم عرفت علي بس نفوت على الستيديوم المضربين انا بشوفهم بيجو بيلمس الرين وبقدي لها التحية عرفت لأنه هذا out of respect للسبور والرين لأنه هذا في عالم هون بدأ تدم علي ممكن واحد يموت بالرين عرفت علي كيف تأسست وين تأسست مويتاي تاي بوكسي مليكة تايلندية تأسست بتايلند عمرها أكتر من ألف سنة هي بلشت كفن عسكري عرفت علي بلشت كفن عسكري تقنيتها هي بس قتل هي ما بلشت سبورت هي بلشت سلف ديف عرفت رياضة عسكرية والتولز تبعونها كانوا كتير بدئيات وأكتر شائع فيها الهو الحبال بس الواحد يلف حبال الليف على إيدي هيك ويكووزهم من هون وكانوا يلبسوا شي مثل هيك خشبة عاملينها تيج هيك بربوندو كلاير كيف اللي بيحملوها القوى الأمنية اليوم هي زيتها بس خشب هاي دي بحاربوا فيها بلاس عندهم شي اسمو كرابي كرابون هدا السيفان ان واحد بقاتل بسيفان عندهم ديزاين معين مية بالمية بعدين تأسست بعدين عفوا كانوا بيشبه شي الساموراي شي خاصوا بالساموراي بس ديزاين تاني مع عقصات تانية مع ماجر من صحيح وكيف تتعلم تستعمل التول وجسما صح وكتير بتستعمل العظام كتول مية بالمية يعني هون الاسي هون بتستعمل كتير فهذا الموضوع رح أصلك لأله هلأ في واحد بتايلند كان هو حارس الامبراطور هي كانت قبل تايلند كانوا سموها كينجم أوف سيام سيام اللي هي عم تحكي عن ميانمار كامبوديا تايلند اليوم تاي يعني فري فري لاند فري فري لاند سموها لأنه ما حدا نظر يحتلها فكان الملك اسمه ما بعض اسمه كان في عنده واحد اسمه حارس اسمه نايخا نومتم نايخا نومتم هذا الزلمي بيعملوله من ألف سنة تقريبا أو تسعمائة سنة إلى اليوم بيعملوله كل 17 شهر من مارج بيعملوله احتفال يعني إحنا اليوم 15 مارج بعد بكرة احتفال الاحتفال السنوي طبعه صدق ف أنا حاضره شي سبعة اثمان مرات للاحتفال عم تحكي حاضروا لايف أنا رايح حاضرش خمس ست مرات لايف الاحتفال بيكون بالاحتفال تقريبا شعشرين على الشخص تنعمل بأيوتايا هي العاصمة تبعيد سيان طب هؤل العشرين ألف كلهم مويتاي بايجرود ولا هو صار أكتر من كيف عندك الجريك جود كلهم مويتاي بايجرود كلهم ضربين كلهم ضربين ولا عيبة تيلندية ومن كل دول العالم حتى أيام بيجي الملك أو وزير الملك بيجي هو بقيم الاحتفال وبيكون قيم على الاحتفال وبيفوت بالفيل مع موكب كتير كتير حلو يعني منظر مهيب وبينعم العشاء لكل الموجودين عساب الدولة بتتسجل ولا بس بتسافر على هول الديت وبتفوت على المدينة وخلص لا تستطيع الانتر عرفت علي لا تستطيع الانتر في هذا الوقت في هذا الشيء بيجرمي أي واحد بهم الموضوع يفوت يحتفل بني خانومتم بيقدر يفوت تعرفت عني سونيك بكتير كتير كتير كمباتيترز برموترز مدربين كتير فني خانومتم هدا قصته انه هدا الزلمة فات بمعركة وكان عم يضرب قتل عشر أشخاص بإيديه تكسروا إيديه فصار يستعمل كواعه هادي العشر أشخاص ماتوا فقال لهو التايلندية فهو اخترع شي اسمه مواي بوران مواي بوران هو الترديشنل تاي مارشل آرت مع الوقت صارت سبورت رين شيلوا منها الحركات القاتلة سبورت المواي بوراني اسمه مواي بوران كان تقريبا لتمنين العسكر صح يعني بنحمي حالنا صح بنعلمهم وات دس آليها اللي نحن تعتبرنا مئة بالمئة نعلم غيرنا لأنه كتير قوي شو عاملوا هيدا بنعلم غير ناس دفنتلي دفنتلي هيدا الزلمة اخترح كان عنده تقنيات كتير عالية بالاقتال يعني لدرجة يعني كان بالمواي بوران فيك تاخد سبميشن فيك تعربش على واحد تركب تعضله على كتافه تقل له رقبته عرفت في كتير تقنيات واسعة جدا في زاكب بس IQ مثل بالحرب بالأجمال كمان الأسكب يربع بس IQ هي بس IQ عشان هيك أنا ركزتلك على شق المنتل عرفت لأنه بس تكون منتلي قوي فيك تكون منتلي زكي عرفت علي وبس تكون منتلي زكي بتقدر تستخدم جسمك بطريقة منيحة عرفت علي كل ما تكون رخو هيك مرتاح confident كل ما خف tension كل ما كانت الابلتي عالية انك تستعمل جسمك بطريقة أقوى وأحسن عرفت لأنه فيك تستعمل عفوا جسمك كدفاع وكهجوم يعني بالدفاع فيك تعور وبالهجوم فيك تتعور ورياضة تحتها متبس على الإصابات يعرفت بسموها the sport of pain وكمان رينك بيطبه هذا الموضوع بس كمان بالقتال نحكي عنه لازم تضرب صح لما تتعب ضغري مثلا لما تتحرك صح لما تتعب ضغري ولما تتعور الإصابات نعم أنت دائما بيوميكانيك نحن رياضة أنا اكتشفت هذا شيء مع الوقت صراحة بيوميكانيك تبع الموي تاي كتير بنيسب كتير بنيسب حركة الجسم وكتير بالفطرة عرفت علي وكتير ناتشر الموفمينت عرفت بطريقة اللبط طريقة البوكس طريقة الني طريقة الألبو وعصيرة الني هي الموي تاي في عندك كثير رياضة في هون ني بس الموي تاي هي مويت تاي في مارشل ارت كل المارشل ارت كيك بوكسي اي كدو بيوميكانيك عرفت نحن عندنا في شيء بالموي تاي اسمه التحام بسموه بام بالتايلندي بام بام هو الالتحام الالتحام هو أنه أنت تقاتل مع حدا على مسافة سفر لقطه بس عم تضرب الكوع والركبة شوفكم كماشين ببعض صح وليس لا تقاتل ببعض على فات في حدا يفوت كوع التاني على رأس وعلى حنك وعلى لنحلم حوركبي لابد تقمشوا ورا الرقبة كمان يعني تزرقوا بعض ورا الرقبة نحنا ليه منركز على الرقبة كتير نحنا منركز على الرقبة نحنا منركز على الطرف عرفت بالكلنش نحنا منركز على الطرف عندك الراس طرف الإيدين طرف الإجرين طرف طرف عرفت نحنا منركز على الطرف بس ليش مين للراس الراس لأنه the way you control the head you control the body هذه هي قاعدة بس تتحكم بالراس تتحكم بالجسم نحنا يام نتحكم بالراس ويد يام نتحكم بالراس حاله عرفت علي أيام الواحد بينزل على الجزع اللي هو الورك تقريبا عرفت بس نحنا I don't recommend this too much فتنا بصير مور بالتقنية كتير بالكلنش وقتال وإلى آخر بس نحنا منركز أكتر شي يا تلقط الراس يا بدك تلقط الطرف وراس عرفت بس مين للراس لأن the way you control the body عفوا the head you control the body عرفت عشان هيك نحنا نشتغل كتير وكلنش هي المويتاي هي رياضة الوحيدة اللي موجود فيها كلنش عرفت علي عندك بالراسلين عندك الجريكو رومين وعندك الفريستايل الفريستايل هو اللي بتنزل على الإجرين تستخدم التاكداون من الإجرين للجسم للآخر هلأ الجريكو رومين هو بس أنك تصارع من فوق بس من الجزء لفوق المويتاي اجيت طبعا المصارع هي قدم رياضة بالتاريخ المويتاي اجيت عملت الجريكو رسلين تقريبا لحد معين بس ضافت عليها الركبة والكوع فصارت هون لأنه أنت عم تضرب بطرف كتير حد مثلا مثل الكوع طرف كتير حد تضرب من مسافة ملسأ أو بطريقة بسرعة كتير بسرعة وقوية عرفت ما فيك تضرب الكوع على مهلك تضرب بقوة عرفت حتى اللي ينيم بده ينيم أو بده يشق عشان هيك المويتاي بتتميز عن غيرها من الرياضات وفي عندك كزا ستايل الستايل عندك أربعة ستايل بالمويتاي عندك مويتاي بسموه بيلعب كتير بالبوكس بيتكلي كتير على البوكس عندك المويتاء بلبت كتير عندك المويفامير الكتير تكنيكل كتير بيلعب بتحسو خطري كتير هدا بيتك بيتك وعندك المويتاي المويتاي هدا اللي بدل بحط جارد وفوق بيتحش وركب بدل يضرب ركب ركب هو هدا أقوى ستايل بالمويتاي بده يكون بتحمل ضرب بس بده يكون كتير طحيش عرفت هدا أكتر ستايل أنا بحبه صراحة وعشان هيك فت على المويتاي يعني بيكل ضرب يقول يلا كفي ها أتشرك لأنه المواتين متملد بدون وقت أكتر لحالهم بدون يفوت بالشخص معك على شغلتين أول شي لأنه قبض نريع تايل امتين أول مرة رحت وليه قررت وشو ومن بعد نحكي عن أنت لأنه هلأ بتتعلم مويتاي باللبنان إذا فيك تخبرنا شوي طيب أنا بلشت تعلم مويتاي بالوقت خبرتك وقتها بالألفين واثنعش فتحت قوطة تحت بيت أهلك صغيرة علم فيها عرفت علي عم تحكي صغيرة تقريبا أربعة أربعة بس كيف صرت التعلم يعني تصار لا لا أنا كان مدرب طبعي كان يقلي ساعدني مع فلان ساعدني مع فلان ساعدني مع فلان أنا هون أنا كنت عم بكتسب خبرة بالتدريب وخبرة بالتعليم شوفوا بتعلم منه شوفوا كيف شو عم يعمل كيف يتعاطم مع الناس كيف يعطي بايزيكس وأنا أخذت تعلمت من البيزيكس اللي أنا تعلمت استفدت منهم لحتى أنا أطورهم وصير أقدر وصلهم للعالم طريقة التعليم بدها مهارة تسبت هاي المهارة أنه طريق علم العالم عرفت علم العالم لموي تاي ومع الخبرة طبعا ومع الوقت ومع التدرب عفوا التمرس بالتدريب تعلمت وصل فكرة أول سفرة لقلي كانت على تايلند كانت بالألفين وثلتعش وقتها راح تلعبت بطولة العالم عملت مركز أول عفوا مركز تتريب عملت مركز تتريب تاني سفرة تاني مرة راح تلعب قمت مسerc aول بطولL ram بطولTal Pepper بالألفين و أربعة 10ے كيف تلعب بطول بطولة بطولة لبنان بيلعب بمركز أول بطولة لبنان بيعمل مركز أول بطولة لبنان بيطلع بيطلع وين يصيروا بطولات في لبنان بطولات في لبنان حسب يعني في عندك بالشمال في عندك بيروت في عندك بالجنوب بيرجع بيصير في بطولة لبنان ولا كل قضاء بيرجع بعدين هلأ كانوا بالقبل كانوا ينعملوا بطولة لبنان لحالها كلها يعني كل البلد مع بعضه هلأ صاروا حسب يعني في عندك درجة تالتة وتانية واولة تالتة درجة تالتة هي بيكون أكبر عدد من اللعيبة فيها صاروا يقصموها لأنه عدد لعيبي كتير كبير صار يقصبوها بطولة محافظات بطولة محافظات هلأ بيعمل مركز أول بالمحافظة بالمحافظات بيلعبوا مع بعضهم على بطولة لبنان درجة ثالثة اللي بيعمل مركز أول وثاني بيلعب مع الدرجة ثانية بيطلع على الدرجة ثانية كمان بيعملوا لهم بطولة محافظات وأكيد كم أصلا بالعمر وبين البنات والشباب وكله لأنه هن كمان نفهمها بيصير هذا الشي برجع بتروع على وعلى لا بتبدأ تقطع على الأولى تعمل مركز أول تعمل مركز أول درجة أولى ساعدها أن تصبح كواليفايد أنه يختاروك ضمن المنتخب لبنان ضمن المنتخب لبنان هون كمان شغل يعني هو شو هون اتحاد أتحاد أكيد فهذا الاتحاد معطرة فيه بالورد مويتاي فدريشن دفنطلي بيسموه إيفما لأنه وورد مويتاي فدريشن هو اتحاد لحاله وعندك إيفما انترناشنل فدريشن أوف مويتاي أسوسييشن أيها الأصلة إيفما كانوا بلشوا هون بلشوا بالWMF وورد مويتاي فدريشن بعدين هلأ إيفما لأنه رايحة أولمبيك أكتر أنت بتكون الاتحاد هون مثل ما فيه بغير IPF و IWF لغير رياضات ممثل هون بهذا الاتحاد الاتحاد بيعمل لازم يعملوا بالأراضي اللبنانية بيتأهلوا بيبعث لهم الأرقام أنه أنت لعبها خلص لعيبة بيجا عني بيشوفوا مين فيه لعب ضمين وهو الوصص كله وبيخبروك هن لا اللي بيصير أنه منطقب لبنان مثلا عندك خمس لعيبة عبو طولة عالم هلأ نحن رايحين بشهر خمسة يمكن أنا أطلع مدرب حسب الديببنز لنشوف كأو مرة أطلع مدرب لا أنا هدي بكون سادس مرة نايس بكون سادس مرة أنا أول مرة طلعت مدرب منطقب لبنان كان بالأفين واتمنطعش بالأفين واتمنطعش بصر طالع تقريبا خمس باعثات مع منطقب لبنان كهيد كوتش تلعب يعمل بواحد بطل لبنان درجة أولى بيختاروا المنتخب الاتحاد بيختار المنتخب بيدربوهن برجعوا وبيطلعوا بيبعتوا الأسامة على للفدريشن الأساسي قبل البطولة بكم يوم بيصير فيه قرعة بيطلع الليستة القرعة ممكن يكون مثلا لنقول عم يلعبوا على وزن الخمسة وثمانين أو ستة وثمانين ماينس ستة وثمانين لنقول يمكن يكون فيه سبعة لعيبة أو ثمان لعيبة صح بيصير يصفوا بعض عرفت علي بيصفوا بعض فلان مع فلان جروبات بيعملوهم فلان وفلان فلان وفلان فلان وفلان أوكي بيربح من كل أول من كل مجموعة بده يطلق مع بطل المجموعة التانية بيصيروا لحاة التالية يطلع ويعمل بطل على وزن معي هلأ اللي أنت عم يمكن قاصده هو دي عم تحكي بالهوات عرف بطولة عالم هوات هلأ بالاحتراف ما في بطولة عالم في لأب بطولة عالم أوكي عرفت لأب بطولة العالم هون يختلف كليا بيكونوا عم يلعب ماتش واحد على حزام أوكي بيكون عنده X ضد Y مثلا عرفت علي فلان وفلان للأرنبيل سهولة ما بتفرق ساعتها بهذا اللفل بين الأمامي وغيره بيصير عندك هول البيج نيم صحيح وبيصير بيتنقى مين ضد مين ومين بده يتحدى مين دافنت لي دافنت لي تقريبا نفس الشي تقريبا لحتى ما أقف معلوماتك أنت على اللفل الشخصي سو راح تشارك تخبرنا عن اثنين يشارك واحدة جبت الثالث واحدة الأول شو بعد أنا نشارك بطولة عالم أربع مرات ربحانها مرتين مرة تانية ومرة عامل مركز تاني ومرة عامل مركز تالي يعني 2013 عملت مركز تالي 2014 عملت مركز أول 2015 عملت مركز تاني 2016 عملت مركز أول كلهم بتعلم كلهم بتعلم صحيح ككوتش ككوتش شو طالع مع حدا ككوتش لتل إنه في مرات تطلع أنت كمدرب صحيح كم مرة طالع كمدرب خمس مرات بيكون أنت مدرب شخص واحد ولا للفريق لا أنا بكون للفريق مدرب منتخب والفريق شو كان الريزالت طبعه على هالفترات يعني كان يجيبوا جولد مرات جولد صراحة ما جبنا بس بلا 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 جبنا كزا مرة جولد بال2018 كنت أول مرة بطلع بعسي مع منتخب كانت أكبر بعسي بوقتها كنا تقريبا شي 18 لعب كنا تقريبا شي 18 لعب كتير كتير جبنا ذهب كتير وحتى عملنا مركز تاني كلبنان على الدول أخر واحدة اللي شاركت فيها بالأربعة عامتين أي سن قلت لي شاركت أربعة مرات صح أخر مرة شاركت كانت بطولة عالم جامعات بتركيا من كم شهر أوكي هيدا اللي نزلت كتير وزن فيه أه أصدقى مدرب لا كلاعب كلاعب من شهر وهي اللي نزلت أكتر مرة فيها وزن وشي هيك شفت أنا شي هيك وقتها كان أول مرة بتنزل هاد وزن صح فهون بتوصع موضوع لأن انت نزلت وزن انت شاركت ودربت وعندك الكلاسز وعندك إن كان وان 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 وعندك تنزل وزنك لتشارك كيف بتلحق بينك بين حالك جسديا ومعنويا وماديا يعني انت اليوم بدك توقف مثلا لاتسي إنو بالكلاس غير التكنيكل وعم بيعملوا بين بعضهم بدك مرات تحمل انت الباد على الوان وان يخبتك وانت عامل ضايد مثلا وبيرجع مثلا أمسيومين كمام تتمرن ومرات أوزان لتبريناتكم جاهزوا حالكم كفايترز نعم وتأكل خبيت وإذا انت كل نهار بتجي مرات حتقف ميل ترجع تأكل بالليل صحيح وعم تنزل وزن وبدك تريح وتنام انف وهذا طيب كيف بتلحق بالوقت وبالمادة حتى لو انت عم تمرن عم تعمل مصاري بتكلف طيب أنا لخبرك شو صار معي أنا كنت عم بتمرن هون لحتى روح ألعب بتايلن فأنا بلشت حضر أنا ما بحضر لحتى روح ألعب عفوا ألعب أنا بحضر هون لحتى ليصير أقدر أتحمل تمرين بتايلن أوكي أوكي يعني أنا بتمرن ثلاث ساعات بالنهار هون لحتى ليقدر بصير هتحمل ست ساعات تمرين هون أوكي فقنت أنا في ساعة ستة الصباح أنزل أركض وأتمرن وأرجع على شغلي أتحمم عشر دقايق بدون ما أكل بلش كاب الساشنز يكون عندي بالنهار شي نص ساعة أو ساعة بريك أكل فيها أرجع كفة كفة التدريب تابعوني حتى لأعطي الصف بالليل صف اللعيبة تابعوني بخلص تقريبا شي عشرة أو 11 بالليل بروح على البيت بيأكل ساعة ميل تبعيتي وبنام برجع بعيد تاني نهار نفس الشي كيف الله بيعرف ولا التمنينات لحالك ولا بيهاب كوش لا أنا كنت أتمرن هون لحالي أنا قبل ما سافر كسرت أصبعي كسرت أصبع إجري فاضطريت أخر سفرتي شهر فأنا بهال فترة أنا كنت عم حضر لعيبة تروح تلعب يعني كنت عم حضر بس ليه بك تطلعب شهر البوت كامب يعني عمل كامب شهر قبل الفايت صح فلأنه هون أنا ما عندي مدرب وبطل وقت يساعدنا متل قبل بطل التحية تساعدنا متل قبل وما قادر أتفرغ للتمرين مثل هون يعني هون ما في أتفرغ للتمرين يعني هون عطول في عندك حدا ما بدي يحقي طالما بس يعرفوني هون العالم بدي أتمرن بدي كذا سو أنا بدي بس كون عم حضر بدي وقت أعمل ريكوفري ما في يكون عم بعمل ريكوفري واتمرن وكون عم شغل باز وشباب عم بتجبد علي وأتعب مع العالم واللعيبي وإلى آخر خلق بستو أصبوع موت إنت هون شهر بسي هذا الشهر مثلا يعني نحكيها مثل ما يعني قطع الانكم عنك صح لأنه مالي الترينير بسي هذا الشهر قد بتعطي سجن قد أنت عبدوا للسجن قد عطي صفوف قد عطي حين عبدوا الصفوف يعني مش أنه أنه أنت اليوم في إنكم عاد عم بيفوت بهذا الدومان يعني ممكن يكون أنت عندك غير أصص بس أنه بهذا الدومان كمان صعبة فلما بتقطع حالك شهر على تايلند مكلفي تايلند شهرين مكلفي عاد شهرين في تايلند أنه مكلفي مكلفي أكيد لأنه عندك تيكت وعندك إقامة وعندك تمرين وعندك أكل وعندك مصريف مكلفي عليك مكلفي صحيح العيشة جوه سهلة مش مكلفي كدير تايلند تايلند الأكل فيه أرخيص يعني أنت أنا إحنا هونيك بس روح بحاجة لشغلتين مصروف شغلتين لأكل وشرب ومساج عرفت علي لأنه كترة التمرين كتير بتعب كتير بتعب سو بدك حدا أنت بين وقت ووقت هونيك مصاج صراحة بيني وبينك رخيص إلى حد معين من ستة إلى عشرة دولار بس ساعة بس تصير كل يوم بدك تعمل مصاج بس بو البود كما بيقضوا ضحاقه كمان بأكيد بيقضوا ضحاقه وذي بيكلف تقريب أنا كلفني بالشهر ثلاثمية واربعين دولار سوى شهريا صح غير المنامي يعني أنا كلفتني مع منامي ومع كام تقريبا ثلاثمية واربعين أو ثلاثمية وستين وبيكون موجود بهذا خمسمية وشي بالشهر بالشهر للمنامي نعم وبهذا البود كام بيكون في ناس عم تلاقيون كمين عندهم الفائد نفس النهار أجيد مرات يكونوا ناس لددك لا بالكامب نحنا الكامبات أساسا بتنزل لعيبة ما بيلعبوا ضد بعض يعني بيلعبوا مثلا الكامب ضد كامب تاني عطول في لعب بد يكون ضد حدا تاني بس نحنا بالتمرين بيتمرن نتمرن مع بعض ممكن نكون من دولة تانية بس بيتمرن باكامب تاني فإنه بصيروا إنه الأندي بتصير تراسل بعضها بروموترز بصيروا يراسلوا بعض إنه في عندي أناسم الخطيب على هيدا الوزن مين فيه هيدا اللفل تبعه مين فيه من الأندي تانية مين فيه حدا بيلعب معه عرفت عليه بيصيروا يراسلوا بعض والله عند هيدا الشخص ممكن يكون يحضروا فيديوهاتها وعلى ضوءوا بيعملوا الماتشين طبع الفايد هل لديك سفرات؟ ايه اخر فترة اخر سفرها كان عندي ثلاثة سفرات نايم يمكنك ان تركز على الفرق صح والاتحاد عنده إرادات ولا صعبة الام ولا كيف دولي ما عندها إرادات لكن الاتحاد عنده إرادات إرادات الاتحادات صراحة كثير ضئيلة لأنه فيه على الاتحاد فتها ديك المرة على التفاصيل شو بيدفع الاتحاد أنجأ بطلعهم صراحة أنجأ بطلعهم لأنه عندك الميزانية بيقبضها من وزارة المالية الوزارة الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة توزع للاتحادات أو الليجنة الأولمبيد توجد طلز على الاتحادات الاتحادات إراداتها قليلة صراحة عرفت علي خصوصا الموي تاي خصوصا الموي تاي اتحاده قليل الاتحادات اللي بتقبض مصاري كتير صراحة الباسكتبول والفوتبول كله في نحس الشي عطول هولي اللي بيمس لبنان فيهم مع أنه في عنا كتير بكتير هي اليوم كمان لأن هدى شوية معقد لهم ألف سنة سبورتس تقريبا أكيد كتير تغير وأكيد صار عنده جزء منه كميرشل يعني اللي بتعطيه انت بكلاس مرات يوار فريل لمتد تو ده پتنشل أوف موي تاي لأفايتر مشبور أنه ما فيك تعطي كل شي لأجروب أوف دايير بيبل جيين ليغضوا كلاس ما فيك تعطيه من المقطع تل وانا 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 طبعي فاليوم اللي عم بيغضو الناس بيصوف الموي تاي إذا أكتشو الموي تاي ولا إنترودكشن تو الموي تاي معي إيه أو أنه بالإجمال اللي عم بيعطو صفوف إذا إنترودكشن تو الموي تاي ولا أنه فيه بتنشل أنه واحد يعمل مثلا على سنة أو صفوف ولا يفضل وانا 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 ومربحة لك مربحة بطلنا صراحة بهالوضع بيك تعيش منه أنا عايش منه حمد الله بس منه تتوكيو تايم تتوكيو تايم أكيد كل شيء تاكس أنه أسست صح لتعمل منه صح أسست أنا مش بس أسست أسست لحتى أنا فتحت خبرتك فتحت نادي عندنا بالضيعة فتحت بيت أهلي الحمد لله وفقني وعطاني وفتحت نادي كبير وسكرته ووقت كورونا ونقلت على بيروت قبل ما بلش الكورونا وإلى آخر كنت بلشت أنقل على بيروت أنا لأنه حسيت وضع الشغل بيصير صعب عرفت وما بدي دلني حاصر حالي فوق نقلت على بيروت وبلشت أن أعمل اسم ببيروت ومرنت وكورونا وسكرت الدنيا وخبصيت ورجع ورجع قلع الشغل وبلش يفتح وكذا رجعت هلأ بالسفرة بس سفرت على تايلند طريت سكر الجيم حدا إجا السسمرو أنا نقلت على محل تاني أنا وبتايلند نقلت على محل تاني عشان هيك عم قال لك في كتير ups and downs أنا صراحة الحمد لله رزع عرب العالمين أنا الحمد لله عايش عرفت علي وبالنهي الواحد اللي بعيشه سمعته عرفت بس أنه عودي لسؤالك بالعودي لسؤالك أنه العالم أكيد المنه فايتر أكيد ما بيتمرن مثل الفايتر بس لازم يتعلم صح بالنسبة لإلي لازم يتعلم صح كتير بشوف ده الأسف وثانكيو أنك سألتني هذا السؤال طرقنا لهذا الموضوع صراحة كتير على السوشيال ميديا عم شوفت كاكين لا يتعلم يعني شيء مؤسف مؤسف وبسم البدل اليوم بتشوف مدربين كتير مع احترامي طبعا للسيفي تبعهم بس مش هيك بتدربه مش هيك بتدربه يعني أنت اليوم عم بتشوف نحكي يعني عم بتشوف مثلا post description هي مثلا موي تاي بس أنت اللي عم بتشوفه مش قاطع حد الموي تاي ولا خصو ولا لا يمط للموي تاي بصلة يعني اليوم أنا بشوف في عالم عم بتدرب موي تاي طب فرجيني حالك عم بتتحرك فرجيني أنت كيف شو بتعمل عرفت علي فرجيني أنت عم بتعمل shadow boxing فرجيني عم تشتغل على ال pad فرجيني كيف تشتغل على الكيس فرجيني أنت كيف بتفكر كموي تاي فرجيني قبل ما تسألني قبل ما تحكيني عن الموي تاي قبل ما فرجيني أنت كيف تتحرك كم مدرسة فيه بالموي تاي وحكدسني عنهم عرفت طب عندك ناس برجة كمان هدا في عندك ناس بيكونوا زبان جدال مثلا تسجل لتسي انه فيد بسوء براسه ولا في فرق بين الأمام والموي تاي والبوكسين وهدا انه بيقولها ما عم بيخد صاف بوكسين صح كتير صغيرة بتلاقيهم كتير هول كمان ما فيك تلومهم لأنه ما فيه كولتشر معايا انه يعرف كشي انت شو بتقول هون بتقولهم شو حطوا فرام عرفوا شو بدكون دفنتلي يعني فيه ناس بتغيرلهم رأيهم انه لابهم شلق لك دفنتلي أنا أي شخص بده يجي يتمرن معي بللي بدي أعمل بوكسين بللي أنا مني مدرب بوكسين إذا بدك ببعتك في I can refer you to someone أو بدك تعمل كيك بوكسين I can refer you to someone بللي لا أنا بدي أتمرن معك قللي أنا من مرنن كيك بوكسين آه شو بتمرن بللي مويتاي آه شو الفرق بشرح له معرفت صو أنا قبل ما بلش مويتاي قبل ما درب مويتاي أنا بدي وزع بدي أنشر هالثقافي هالثقافي لأنه مويتاي في شي كتير مهم is like no any other martial arts هاي أول بط اثنين مويتاي is king of martial arts السلوغون طبعها is king of martial arts يعني كونغ فو مثلا mother of muay thai عفوا كونغ فو mother of martial arts muay thai king of martial arts عرفت صو هذن يخلطوا بين mother and the king عرف there is only one king هوني بلبنان كونغ فو مويتاي كيف لأنه مثلا في في فرق مثلا بين آه شايف لك مرات في classes classes ومرات بيكونوا مثل ما انت قالتلي البندانا وكلشي بكونوا عم تتمرنوا هيك بين بعضكم لأنه انتو كلكن fight prepping أو في يعني في مقصة مش شوي هيك وهيك بدي روح هيدا الموضور اللي بيكونوا عم بيجهزوا هيك لانه بشوفهم young بشوف كتير بنات نعم لانه ما حكي بشوف كتير بنات وبشوف كتير youngsters عم بيتمرنوا هيك وفول ان في عندكم specific shorts بتلاحظ شوي الفارق هيدا عم تكبر شوي هيك community بلشت تكبر بس بدك mentality اللي 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 تكبر عرفت يعني نحنا بلشت mentality اللي موي تاي بلشت تكبر يعني بلشت العالم تتمرن recently مش من زماني كتير بلشت تتمرن انه موي تاي عرفت لانه ممكن شوف انت على كتير اكيد تحضر فيديوهات على يوتيوب بشغل speed drills وكذا هيدا ما خصه بالموي تاي بحطلك موي تاي وبوكسنج martial arts وself ودلعنوين وماستر وبسير عرفت علي هيدا ما خصه بالموي تاي الموي تاي اليوم نحنا بنشغل على شي اسمه rhythm الإقاعة ضربة ضربتين ثلاث ضربت rhythm balance distance الواحد تعود يتحرك يدافع يعمل بلوك نحنا كتير بنشغل على الإقاعة الواحد لازم يدل محافظ على الإقاعة بالموي تاي بدون عجقة بدون اشي ما قلها عازي بس الفعالية بالضرب شايف هدفك صيبه ضربه وضربه بقوة منك شايفه منك صايبه وتضربه عرفت علي نحنا هذا المبدأ تبعنا بينما بتشوف كتير عالم عم تشتغل باليوتيوبر كيوتيوب عرفت علي كتير combination وما قلها عازي وبيحطوا لك titles موي تاي هال mentality لازم تتغير لحتى تصير community اللي موي تاي تكبر هلا بلشت عم تكبر شوي بس لحتى تصير mentality تكبر لازم اللي مدربين يعرفوا شو يشتغلوا يعني هاي ديقى المرة كنت عم بعطي دورة مدربين دا الاتحاد مدربين جدا فيت واحد عم شغل pads بالدورة وكنت عم بشرح كيف لازم يشغله pads لهود الناس اللي بيشغلوا باب باب هالحركات ففيت واحد وجاي يشتغل pads لبس كلسات وطلع لبرا طلعت برفيه لبس بانطلون وطلع لبرا ما فيك جاي تتمرن موي تاي وعيضت عليهم انتوا لازم تلبسوا شورت هاييني أنا لبس شورت 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 موي تاي كنزة موي تاي وتلبس full gear انتوا كيف كيف تجوا واحد يجييني بالكلسات وواحد يجييني بالبانطلون كيف كيف واحد بتفوت يعطي وليبس بانطلون طب ما انت عم بتمرن موي تاي بيابتك تكون صورة عن هالرياضة وهالثقافة اللي عم بتمرنها وبلغ خلال شغلي خلاص بلغ ما تقول عن حالك مدرب موي تاي اول عن حالك مدرب الرياضة بيعرفي شوي سكيلز وخلاص بس انك تعطي حالك تاي تلز وعم تتصرف بهالقلت الحياة تومتش تومتش انا كتير شايف على السوشال ميديا للأسف يعني مدربين عم يعطوا without موي تاي جير وهها مشكلة شو هنه الموي تاي جير الموي تاي جير اللي ندرب لهن البادز البالي البال مية بالمية اللي هي بتحمل البطن هاودي 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 اجمالا اللي بينلبسوا بشوف عالم اللي عم بتمرن البادز مع كيكس ومع نيس وإلى آخر بس يعطيه الركبة بالهواء لازم الركبة تفوت بالبطن عرفت علي لازم يلبس فول بروتكشن لحتى اللي عم يضرب يكون سيف واللي عم يضرب يكون سيف طب انت هولي بركة يعني يمكن في منهم يلزم يلومون على الموضوع منهم هولي الناس هلا يمكن سمعوه على هاد الابتوز طب وين في روح اقول لك أنا معك بس أنا خي يعلموني غضط وين في روح يتعلم في روح يتعلم وين في مدربين كتير مثلا الاتحاد مراد بيعمل دورات نعم وبيخبرها انلاين او كيف بيخبرها بيبعث دعوات للأندية حرفت علي او للاتحادات اذا حدا حابب ينضم لها الرياضة بيظل الاتحاد عم جالت تبع الناس تبع الناس تبع الناس تبع الناس بالبزنس صح صح بس وقت اللي كل واحد وقت اللي كل المدرب عم بروح على البيزنس تبعه وبيجي بيدرب عم بيدرب بطريقة عم بيبين صورة سيئة انت اليوم when you work out when you said work out بس شو بتتمرن انت المواي تاي غير التبنين يعني بالجيم تتمرنه شو بتعمل نحنا نحنا انا وفي عندك المواي تاي تريني وشو بتعمل المواي تاي تريني هو ثلاث ساعات وانسى معاش فيك تتمرن شي تاني هلا فيه اذا بدك اذا بدك الكندسيون الفيزيك اللي انا بعمله هو اذا بدك انا شخصيا كيف بتمرن بشتغلي كتير فانكشن الموفمين فانكشن الموفمين بس بطريقة روتيشن تحسنلي الروتيشن الموفمين عندي لانو المواي تاي تعتمد على الموفمين عرفت وعلى الروتيشن عرفت والإكس بلسف باور تبعي الروتيشن الموفمند عفوا الـ explosive power تبعي للروتيشن الموفمند عرفت علي لأنه البوكس بده روتيشن القلبه بده روتيشن النيه بده روتيشن الكيك بده روتيشن كله بده روتيشن سو أنا هيدا اللي بحسنه وطبعا الـ endurance والكارديو سو أنا وطلبد روح اتمرن بتايلند أنا بنسى كل شيء أوزين حملت هون اي كي بلوس وبلش التمرين المويطاي بكون نركض الصبح دايما عم تحكي من 6 كيلو ل 12 كيلو بنرجع على النادي اذا تمرينت الصبح بنرجع على النادي بكون عنا كيس 3 جولات كيس تقريبا نعمل بنعمل 3 ل 5 جولات بادز بنخلص بنعمل كلنشين شوي بنخلص بنعمل دريلز للنيز والبوشكيكس على الكيس وبنعمل شوي تبوش أبس ومعدة نفس الجو بالبوتكام صح هذا بكون تمرينت الصبح هون بتكون انت خلصت ساعتين ونص أو 3 ساعات تمرين تمرينت بعض الظهر بتكون حبلة أو ركض نص ساعة بكون فيها سبارين 3 ل 5 جولات بكون فيها ماتس 3 ل 5 جولات بكون فيها كلنشين نص ساعة بكون فيها كيس تقريبا 3 ل 5 جولات بيرجع عندك دريلز والنيز والبوشكيكس اللي بنعملهن على الكيس بلوس البوش أبس ومعدة وحسب الدبنز قضي كل واحد عنده بعد ليوصل للفايت تبعه يعني عندك الوقت اللي تسحب بالتمرين توصل بيك التمرين وترجع تنزل ودبنز بيختلف البروغرام حسب كل يوم يومه ما كانت تحديده ما كانت تحديده اخر واحد ليه؟ اخر واحد لانه لعبت مع حدا اي كلاس اي كلاس هيدا لعبت مع حدا اسمه جايبات سي جا باو سي جا باو هو من اكتر الاندي المعروفة بالعالم ومن كل دول العالم بيجول عنده في تايلند فانا لعبت مع الاساسي عنده مش واحد من الاساسي الاساسي عنده بالنادي قبل ما اعرف انه انا رح العب مع جايبات انا شفت مدربه وقلت واو بدي اتصور معه لانه انا كتير بحضر له فيديوهات وبدأ اتعلم منه بعد اسبوع وأولي بذي أتلعب مع مع الاساسي عنده فانا كتير مبسطت انه انا رح العب على هيدا الليسب لان هذا الليسب انا هو طبست لفل عرفت يعني عشان هيك مبسطت فتت خيفين ابدا محمس كتير بس فت تعبين لانه كان عندي بروسيدور تنزيل الوزن ومرضت واصبعي عرفت فكانت كان اصبوع صعب صراحة انا حتى نهار الفايت نزلت 3 كيلو نهار الفايت نهار الفايت فت نستوي يعني وصار عندي اسهال اجلة طب فت عالرنج فت عالرنج كم راونت شو صار الراونت هي 3 جولات لعبت جولتان ثاني جولة نزلت ضربة قادية باللو كيك ضرب كتير لو كيك خلط نهاية لأجري نهاية لأجري لازموا جولتان مش انه كانوا انتنس وانه كانوا ضيعتوا وقت في فايدات بضيعتوا وقت كانوا كتير انتنس اول جولة كانت لألو ثاني جولة شدات كتير بس كانت انا قريدي جولة اجري بتعورت كتير بأول جولة صوهو بتاني جولة بس شايفني بده يقبس عليه صاري كتير يضربني لو كيك فدلت عم بشغل معه قدر الامكان اخر شي خلص معاش قدرت وقفت عاجري صراحة بس انا كتير مبساطة لانه لعبت على هذا اللفل ولعبت وقتها نهارها لعبت رجل ممنون انا لعبت رجل ممنون اول لبناني بيلعب بل رجل ممنون ولعبت main event يعني حتى البروموتر حطني main event وكان كتير عالم كانت مراهني انه انا راح اربح بس اللي صار معي انه انا قبل اللعبان على ال81 لومبني بالفيرتكس فايتينج كمان كانت اول واحد بيلعب بالفيرتكس فايتينج فايتينج تاني واحد بيلعب باللومبني لومبني ستيديوم لعبت على ال81 بس انا زنت ولعبت تاني نهار بالراجل زنت ولعبت بنفس النهار هذا هو اللي عورني عرفت علي يعني لو انا زين ولعبتين نهار انا دفنت لي انا والمدربين تابعوني متأكدين انه كانت راح يكون الوضع غير كليا طب هلا ارجعت على لبنان you wanna still fight ولا coach ما بعرف انا متمنى حتى ارجع عامي ريماتش بس يكون فيك ؟ ايه اكيد اكيد بس بدي يكون انه زين ويلعب تاني نهار لانه زين ويلعب بنفس النهار على ال81 صعب علي سوبر صعب بالفايت بتلاحق تفكر اكيد اكيد كيف شو بيصير انه 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 تبرموه للاربع كورنرز وهو عم بيحطك بالزاوية انت عم تحطه بالزاوية توقع على الحبلة بتقوم خبيط كيف بتلاحق شو بيكون عم بيقطع برازي ايه انه الكوتش عم بعيد بالزاوية ليك خليه خبرك شغلي بالتدريب التدريب لازم يتقسم لثلاث مراحل التعلم التدرب والتمرس اذا واحد بيقطع بينط دغري على التدرب والتمرس رح يفوت ياك والقاتل بالرينج يتكسر بينما اذا بيفوت على الرينج بيفوت بيتعلم بيتدرب وبيتمرس رح يقلع ليش لانه دايما التعليم العلم ما بيخلص انت اللي عم تسألني عنه اللي بدي جاوبك عليه هو انه الواحد بالتعلم بيصير يتعلم timing بيصير يتعلم reflex بيصير يتعلم توازن بيصير يتعلم يشوف خصمه بيصير يتعلم يكون عنده نظرة اذا بس بيهبج ما يعني بدي يفوت على محل خلص يلاقي حاله انه نزرك بالزاوية ويحط ايديه على وجهه ويتخبه عرفت بس وقت الواحد يكون عم يتعلم وعنده ومتأكد من معلوماته ومتمكن من معلوماته وحاسس انه فعالية يعني المعلومات اللي عنده اياهم فعالة ان كانت الدفاعية او الهجومية بيلاقي حاله مرتاح اكتر بالتعامل مع الخصم بصير عنده الريفلكس احسان التيمينج احسان دايما انا بالتدريب بس اعطي شي بحط له دريلز الدريل انا بقسم التمرين 70% دريلين و 30% سبارين يعني الشخص اللي بيفكر انه السبارينج بيعلمه وشخص غلطان كليا لان السبارينج ما بعلم السبارينج بخليك تتمرس بس ما بخليك تطور معلوماتك و الدريلز اللي بدك تعملهم انت لحطي اللي تطور معلوماتك ترجع تستعملهم بالسبارينج هن هو دي بحسنونا بواحد عرفت عليا عشان هيك بصير الواحد بيتعلم 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 بيتدرب على اللي تعلّمه بيتمرّس خلال سبارينج على اللي تعلّمه بنرجع بنحطه بالرينج بلاقي حاله بيعمل تست لحاله عرفت عليّه كل ما كان منتلي وفيزيكلي الواحد جاهز كل ما كان عنده قابلية انه يقدر يطبق هيدا التكنيك كمان شغلة لانه سو بالفايت كون انت عندك فايت إكسبيدينس وهيدا سو بالإجمال او سبمشن بالمويتع يفيد عندك عندك اجمع قضاء صحيح عندك الانسحاب مثلا حدا مدرب يصحب لعبه او لعبه ممكن اذا فيه غش من بعد الفايت حسب الفايت بيعملوا تست حسب شو نوع التست اذا كان حدا غاشش بينشطة بالفايت وفيه ايام فيه لعب كتير توقفت ووقفوا لها الكرير طبعا وما منوع بقى تلعب وفي عندك قرار الحكيم يعني اذا كان فيه الحكيم شايف اصابة بالغة بالتدريب مثلا كت كبير او شي بالحاجب الحاجب او لحد معين فهون محصولين اكثر بس بالفايت بسينا دا تفكر انه هيدا احسن لانهي كل الجولات ولا تايم فاكي او فيه هكشي يعني يعني دا فايت بسيبك تعرف حالك كيف بدك تديرك من ناحيتك الماتش اذا بروح اسكى على خلص كل الجولات ولا حط على انه قد ما فيه يصيبه بهذا ضرب الكي او ليك دايمان اول جولة هي لدراسة الخصم بس واحد ما بيقدر يفوت دغري على الكي او انه انا بدي نزل خصمي كي او ما بتصبت سوري اللي بده يعمل الواحد بدي ياخد ويعطي ياخد ويعطي الكي او هي فرصة هي مش شي يخطط له عرفت علي هلأ من خلال دراسته للخصم الواحد اذا عم يدرس خصمه كتير من خلال دفاعه من خلال وقفته من خلال الاشياء الاغلاط اللي بيعملها ممكن الواحد يقدر يعمل تايمينج هو كيف بده ينزل خصمه ضربه قاضي عرفت علي بس بالشورة عامة الواحد ما بيس على ضربه قاضي عرفت علي واحد بدي طلع يلعب اليوم شو المشاريع يعني وين اياه شامبيونش هم تحضر هلا انا مش عم حضر بس اللي بدك تشارك اه اكي الواحد اللي حتبين معاك بس فينا نقول the main aim is a rematch ومتين بيحقلك to ask for a rematch انا فيه هلا اطلب rematch وكيف سابت هالمرة كيف سابت مراحت هالمرة على الفستفل يتليم خمسةعش بس بوري ما بيخلاص بس بوري وبعد شغلي اليوم اذا بدي ان الناس تروح تتعبك زيادة قبل الفايت وتتمرن معك وين بتمرن انا بمرن انا فتحت جيم بال180 احنا صرنا هلا الوكيشن طبعا بال180 كنا نتلنش من قبل على وضع صرنا هلا على 180 بالجناح حمد اللقاء هناك مددات ومددات 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 مستخدمين وفي كل شي هونيك اذا انت موجود في هذا المكان اذا في حدا اذا عارف هلا قصد الواتف انت عم تعمل مثلا مثل كيف يروحوا جماعات اليوغا اكيد بيخد انا عندي لعيبة هلا بشهر 8 يمكن اخدهم اوكي انا بيخد لعيبة اكيد انه واحد مش فهمين شي من شي بيقوله ليك ما احنا اصلا نطلع بهذا الوقت بتكلف كذا كذا نطلع كلنا سواء اكيد اكيد انا اخد لعيبة ولعبهم بالمبدأ ان شاء الله بشهر 8 اخد عندي صبيتين وشاب اخدهم لعبهم بتايلين شو وضع الصباية عم يشاركوا انت ناجم اكيد عند التلميسة كانت عم تلعب اجت من اسبوع الماضي اجت من الامارات كانت عم تلعب بطولة عربية ما عملت نتيجة بس نشاركت اي لفل اي كلاس لفل اي كلاس لفل كانت خسرت فرق بسيط جدا بالنقاط اليوم نازل بتلاقيك كيف بتلاقيك انستغرام شو بيك تقوله؟ انستغرام القاسم الخطيب اوكي في حد اسمي Poo Par Poo Par هدا الاسم التايلندي هدا اسم المدرب Crew B عطاني هونيك اوكي عطاك هدا الناكنام؟ عطاني هدا الاسم هو الجبل الجبل العريض Poo Par Poo يعني جبل Par عريض عطاني Poo Par جبل العريض انا اسمي لقبي Poo Par جيدا شكرا لك شكرا لك اوكي نرجع بنقعد اخر اكيد ويكون فيه كمبتشن وهالمرة بكون ردات الضربة شا الله شا الله تتصور معنا المرة على شا الله واحد واحد حبيبي بي سيبنا التالتي اي بالظبط هن يطلبوا التالتي يلا امن شا الله شكرا لك شكرا لك